اشتركوا في القناة المجتمع البحريني سيبقى أبدا الدهر عصيا على كل محاولات الفرقة والانقسام فيما أعرب سماحة السيد عبدالله الغريفي عن شكره وتقديره لتشرفه بزيارة سموه مشيدا بما يحرص عليه سموه من تعزيز التواصل مع مختلف المواطنين والتأكيد على القيم الجامعة التي تربطهم وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام صباح اليوم بزيارة إلى منزل سماحة السيد عبدالله الغريفي حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمحت السيد عبدالله الغريفي وعدد من رجال الدين وجمع من المواطنين الذين قابلوا سموه بكل حفاوة وترحب وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله هي وطن للجميع في إطار مبادئ المساواة والمواطنة والوحدة الوطنية التي عامل جلالته على ترسيخها وأن الحكومة من جانبها لا تدخر جهدا في إعلاء شأن الوطني وتلبية ما يتطلع إليه المواطنون في الحياة الكريمة وعرب سموه عن تقديره لإسهامات العلماء في تعزيز مسيرة العمل الوطني من خلال ما يقومون به من دور بناء في ترسيخ قيم التسامح والتعايش واللحمة الوطنية وحث المجتمع على المشاركة بإيجابية في جهود البناء والتنمية وشدد سموه على أهمية أن تتحد إرادة الجميع في تحمل المسؤوليات الوطنية تجاه الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون وحدته ونسيجه الاجتماعي المتماسك وأثناء سموه على جهود السيد الغريفي في توطيد أواصر الوحدة المجتمعية والنهوض بالشأن الديني ودعم جهود وانبادرات الحكومة في تعزيز استقرار ونماء المجتمع من جانبه ألقى سماحة السيد عبدالله الغريفي كلمة عبر فيها عن بالغ تقديره واعتزازه بالزيارة سموه الكريمة والتي تعبر عن شياب سموه الطيبة وخصاله الحميدة وطباعه النبيلة معربا عن ثقته في أهمية هذا التواصل المحمود ونتائجه الطيبة وعطاءاته الكريمة وآثاره الحميدة في تحقيق ما يتطلع إليه شعب البحرين وأكد أن سموه صنع تريقا وطنيا زاخرا بالعطاءات في خدمة الوطن والارتقاء بمستويات شعب البحرين والدفع بعملية التطور والبناء والازدهار داعيا الله أن يحفظ سموه ويراه ويسدد خطاه لما فيه الخير والصلاح وأعرب الغريفي في كلمته عن خالص تحياته وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة وأكد أن يدى شعب البحرين جميعا في يد حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه من أجل البحرين وما يحقق أمنها واستقرارها وسعادة واطمئنانة وخير شعبها وقال إن كل هموم شعب البحرين ليست كبيرة على إرادة جلالة الملك حفظه الله وليست كبيرة إرادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وليست كبيرة على إرادة كل القائمين على شؤون الوطن وقد عودنا جلالة الملك حفظه الله وعودتمونا على كل ما يفرح شعبكم وعملتم الكثير من أجله وأن شعبكم قابل ذلك بالوفاء والتقدير وهنأ الغريفي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقرب حلول شهر رمضان المبارك داعينا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على البحرين وشعبها بكل الخير والبركة فيما عبر الحاضرون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه على هذه اللفتة الكريمة من سموه والتي تجسد مدى قرب سموه من المواطنين وحرصه على التواصل معهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة